بسم الله الرحمن الرحيم أهداف المحاضرة كسر كلمة مرور مستخدم لنظام ويندوز إذا ننشئ مستخدم على نظام ويندوز 7 سوف نعطيك كلمة مرور بعدين نكسر سوف نعطيك كلمة مرور للأدميستريتر بما نعطيك خصوص سوف نقوم بعملة مرور فرضا انا نسيتها لا مش هيرضى فرضا احنا نسينا كلمة المرور للأدنيستريتر فريد احمل استوانة الهرم لكي اكسر كلمة المرور اشتركوا في القناة فريد احمل استوانة الهرم فريد احمل استوانة الهرم فريد احمل استوانة الهرم احمل استوانة الهرم احمل استوانة الهرم اضغط على زر بلس بالكيبورد وبخلي الخيار الاول تحميل من استوانة الهرم بعدين اضغط F10 احمل استوانة الهرم 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 هم احمل استوانة الهرم يمكن ان اضغط جانب ان احمل استوانة الهرم اضغط لكيبورد اضغط اضغط رقم 1 لأنه 1 يقولون edit user data and password اختار مرة ثانية واحد enter فتظهر لي اسم المستخدم الباسورد الذي انشأته كان للأدمينستريتور فهنا بتدخل اسم الأدمينستريتور أو اسم المستخدم هاي من هام بانجلوم ادمينستريتور زي ما هو هان مكتوب يدعيده اكابتل فهان هاي اكابتل بكتب طبعا administrator اسم المستخدم admin administrator هذا اسم المستخدم الذي انا انشأته له كلمة مروره احذفها انتر الآن عندي عدة خيارات الباسورد اما امحي او اعمل clear يعني امسح كلمة المرور اثنين اعمل ادت او تحرير لكلمة المرور ثلاثة هنا اللي هو اختار مستخدم اخر promote user اربعة انتر 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 لكي أطلع من شرط التعجب لكي أخرج من البرنامج فشفت رقم واحد يعطيني علامة التعجب وانتر لكي أطلعت من خيار المسح بعد ذلك يقول لي مسح الباسورد يقول لي رقم واحد ادت يوزر ان باسورد لو أريد أن أدرجع مرة ثانية لكي أعدل على الوزر أضغط واحد ولكن الآن أنهيت فأريد أن أضغط Q أختار Q لكي أطلع انتر بعد ذلك يقول لي بدك تحفظ هان about to write files بدك تحفظ الإعدادات التي عملناها أضغط Y عشان يحفظ يحفظ الإعدادات انتر هان بحكي لي بدك تعيد البروسيس مرة ثانية فلا أنا كده أنهيت أختار أن عشان أطلع من الإعدادات هاي انتر بعد ذلك هان بحكي لي اضغط Ctrl Alt Delete عشان تعمل عملية reboot للنظام وتفتح الويندوز طبعا بعد ما محينا كلمة المرور فهان بضغط هان في عندي خيار Alt Ctrl Alt Delete أو من الكيبورد بضغط Ctrl Alt Delete فبعيد التشغيل بدأي لي التشغيل وحمل من الهارد بضغط على Alt Control Delete في نفس الوقت تقفى 2 عشان نحمل أو بطلع الاستوانة بطلع من الاستوانة يحمل من الاستوانة يحمل من الاستوانة يحمل من الهارد فهي Alt Control Delete تقفى الآن سيحمل من الويندوز بعد ما مسحنا كلمة المرور بعد ما حملنا الويندوز الآن كان فيها باسورد ومسحنا كده كده أنا كسرت كلمة المرور وقدرت أصل بكل سهولة وبكل يسر بالحل اشكالية اللي هو لو نسينا كلمة المرور باكد حققنا هدف المحاضرة اللي هي كسر كلمة مرور لمستخدم نظام ويندوز بسم الله الرحمن الرحيم أهداف المحاضرة كسر كلمة مرور مستخدم لنظام ويندوز وننشئ مستخدم على نظام ويندوز 7 ونعطيك كلمة مرور ونكسرها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم تعطي كلمة مرور للأدمنستريتر لأنه لعمالة لغوف سيطلب كلمة المرور فرضاً أنا نسيتها لا مش هيرضى فرضاً نحن نسينا كلمة المرور للأدمنستريتر فريد أن أحمل استوانة الهرم لكي أكسر كلمة المرور إذا فعلت إنتهي الفتر تثق 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 كثير سوف نحمل من الستوانة الهرم سوف نقوم بعمل الهرم سوف نقوم بعمل عدة نشغيل سوف نحمل من الستوانة الهرم سوف نحمل من الستوانة الهرم سوف نضغط على زر بلس بالكيبورد سوف نضغط الخيار الأول تحميل من الستوانة الهرم سوف نضغط F10 سوف نضغط سوف نضغط سوف نضغط سوف نضغط هن يعني offline password changer اختار الان بعد ما عدينا في عندي هان خيارات مشان اكد المسار اضغط انتر اضغط انتر اضغط انتر لكي اضغط انتر و اضغط انتر بعدها انا بيحكي لي one لدي ارقام هنا one ورد ريسيت اعادة تعيين كلمة المرور اختار one طبعا لو بدي اعمل exit اضغط على مفتيح q لكي اضغط اضغط وناخد الخيار الاول اللي هو الرقم واحد enter لان اضغط انتر لان انا عشان اعمل edit او تعديل او تحرير لكمة المرور برضو بدي اختار رقم one لان one بيحكي لي edit user data and password اختار مرة ثانية واحد enter اختار 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 اسم المستخدم ال password الذي انا انشأته كان لل administrator أدخل اسم المستخدم مثل ما هو مكتوب أدخل اسم المستخدم اسم المستخدم اسم المستخدم اسم المستخدم الآن لدي عدة خيارات باسورد رقم واحد امسح كلمة المرور اعمل تحرير لكلمة المرور ثلاثة الأن هنا إختار مستخدم اخر أربعة اختيت اختيت إذا كان لدي حساب لا مفعل اختلت أربعة فقط فكثت اختف اضغط q لكي أخرج فأختار الخير الأول لكي يعمل أن أتسخ الى الباسود اللى انا ادخلته فبختار واحد انتر فقد انا انهيت عشان اطلع من يلي اختار شرط التعجب عشان اعمل كويت عشان اخرج من البرنامج فشفت شفت رقم واحد يعطيني علامة التعجب و انتر كده انا طلعت من خيار المسح بعد هكد بيقول لي مسح الباسود هدين بيحكي لي رقم واحد ادت يوزر انت باسود لو بتدرجع مرة تانية عشان اعدل على اليوزر اضغط واحد بس انا الان خلصت انهيت فبدا اضغط Q بختار Q عشان اطلع انتر بعدين بيحكي لي بدك تحفظ هان about to write files بدك تحفظ الاعدادات اللى احنا عملناها بضغط Y عشان يحفظ يحفظ الاعدادات انتر انتر هان بيحكي لي بدك تعيد البروسس مرة تانية فلا انا كده انهيت اختار ان عشان اطلع من الاعدادات هاي انتر هان بيحكي لي اضغط ctrl alt delete عشان تعمل عملية reboot للنظام وتفتح الويندوز بعد محينا كلمة المرور فهان بيضغط هان في عندي خيار ctrl alt delete او من الكيبورد بضغط ctrl alt delete فبعيد التشغيل بداية التشغيل وحمل من الهارد بضغط اضغط على alt ctrl delete في نفس الوقت تقفي اثنين عشان هنحمل او بطلع الاستوانة بطلع من الاستوانة عشان يحملي لا يحمل من الاستوانة يحمل من الهارد فهي alt ctrl delete الآن سيحمل من الويندوز بعد ما مسحنا كلمة المرور در عشان بعد ما بذلك حملنا الويندوز الآن كان هناك باسورد مسحنا وكسرت كلمة المرور وقدرت اصل بكل سهولة وبكل يسر بالحال الاشخالية اللى هو لو نسينا كلمة المرور حدث قد حققنا هدف المحاضرة وهي كسر كلمة المرور لمستخدم نظام ويندوز ترجمة نانسي قنقر